طيب واضح جداً أن المهندس عدلي أنا عارف أنه دايماً عنده ثقة كبيرة في قدرات حسين الشحات وعنده انتظار كتير للمردود اللي ممكن حسين يقدمه طب آخر انطبعات حسين من رادس نشوفها يوم كبار نادي الأهلي ونادي الترجل اتنين كبار جداً ويمكن بقى لنا كس سنة بنتقابل في سمي فاينال في دور التمانية فتبقى غير النهايات فطبعاً مباراة كبيرة بن الفرقين فان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله يكون في يومنا ونقدر نحال نكسب بإذن الله ان شاء الله والله الحمد لله يعني لسه بس حمد للهثة هي 50% وسإستجهز ان شاء الله 100% والله انت احنا لسه أطلبنا دلوقات كلمة ناديين كبار ما فيش نادي الأهلي ما فيجيش يدافع عكدا النادي الأهلي مش جاي يدافع ولا جاي مسلا يجيب جون ولا جاي يلعب على عتحاده لا خالص نادي الأهل نادي كبير نادي الأهل جاي محترم نادي الترجي فدي طبعا حاجة كبيرة نادي محترم نادي كبير بس نادي الأهل نادي كبير نادي الأهل جاي يلعب على مكسب إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله إن شاء الله ونقدر نكسب إن شاء الله جمهور نادي الأهل كبير أنت الليلعب مع جمهور نادي الأهل يلعب مع أي جمهور فدي ما فيش أي مشكلة خالص طبعا نيحترم طبعا جمهور الترجي بس طبعا جمهور الأهل لجمهور كبير فاحنا إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نقسى إن شاء الله فوس تلكجمهور إن شاء الله طبعا الترجي إن قلت لك في الأول الترجي يمحترمون أنهم كلهم سواء البرازيليين أو التوانس أو أي حد ومحترمون أنهم كلهم يعني أحد كبار الفريق وأحد خبراته الهميقة ويعني بيحاول يطمن جماهيره ومجازيتهم وتركيزهم يبقى التوفيق بإذن الله ونشوف منه اللي احنا منتظرينه لفت نظر في كلام حسين احترامه للمنافس وإشادته الكبيرة بقيمة التراجي واحترامه ليه ده البداية اذا ما اعترفتش المنافس بتاعك قوي دي هتبقى في مطار خطورة عليك يعني وده اللي بيجي لنا أحيانا يعني ده بيفصر لك المفاجآت اللي بتحصل للنادي الاهلي من بعض المبارات اللي مش معمول حسابها اي مش متوقع الخطر كأنك بتقول لي يعني عشان يغلبونا لازم عايزين مهارة خاصة بتكتشف انها ممكن تتوجد في لحظة عشان كده بقولك في الارتداد الدفاع يا سيد براهيم كل واحد فاخد الكورة لازم يفكر ان الكورة دي ممكن تبقى هي مكمن الخطورة بتاعة المبارات دي على النادي الاهلي فيرجع لازم يجبها وده كان كلام من وجسيب استمرار اقع تستهتر بانك تقول الكورة دي غطيها حد وراي لانه ممكن جدا عدم رجوعك يدي افضلية للفريق المنافس في زيادة تكبدنا هدف صحية طيب ترجمة نانسي قنقر